كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية حقيقة استبدال القيادة الأمنية في محافظة كاركوك على خلفية الأحداث الأخيرة أعضاء في اللجنة أكدوا أن المسار الحقيقي هو تشكيل مجال استحقيقية وبيان التقصير ثم اتخاذ القرارات المنصفة لأفتنا إلى أن ملف كاركوك لا يعالج بيئة تغييرات وعمليات الاستبدال بل في تطبيق خارطة طريق أمنية شاملة تتلائم مع نسيجها الاجتماعي بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وأضف أن أمن كاركوك استراتيجي والأحداث الأخيرة تؤكد ضرورة الحلول التي تحقق العدالة والإنصاف لكل مكوناتها وأن أي تصعيد لا يخدم أمن المدينة